انشغل الإنسان منذ حضارات ما قبل التاريخ بالجمال وسيطر هاجس الشكل الخارجي على البشر في جميع العصور والمراحل التاريخية يا منا يعني تنامى هذا الهاجس رشيد في العقود الأخيرة مع انتشار عمليات التجميل وطبعا الحقن والسعي إلى شباب وجمال دائمين يعني يبدو كأننا سنناقش موضوع يتعلق بالتجميل لكن لا ليس في هذا الاتجاه في هذا الاتجاه أو في هذا الموضوع اتخذت الكاتبة المصرية زينب عفيفي من روايتها عملية تجميل الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية اتخذت من الرغبة السائدة في التمسك بمظهر الشباب أو استعادته محورا رئيسا لمناقشة أفكار عدة مرتبطة بسيطرة ثقافة الصورة وعلاقة الإنسان بالزمن والصراع بين الأجيال والضغوط الاجتماعية والتوقعات التي تدفع البعض إلى تغيير ملامحهم وهذا التغيير يطال المدن أيضا في الرواية نعم والحديث أكثر عن هذا الموضوع عن رواية عملية تجميل يسعدنا بأن تنضم إلينا من القاهرة الكاتبة والناقضة لنا عبد الرحمن أهلا بك معنا في دفاف لنا أهلا سيدة لنا مساء الخير مساء الخير شكرا على الاستضافة شكرا لك وبداية يعني برأيك ما تدفع وراء الاهتمام بموضوع الجمال والتجميل وجعله ضرورة إبداعية ما دلالات ذلك برأيك؟ يعني الاهتمام بالجمال والتجميل هو قديم يعني قديم منذ العصور الصحيقة من أيام العطارين والعشابين حين كانت تلجأ النساء إلى الأمور الطبيعية للحصول على الجمال ولكن الآن في قرن الواحد والعشرين نحن أمام ثورة بمفهوم الجمال ثورة كبيرة تطال كل شيء يعني الجمال الآن انتقل للإنسان العادي يعني البحث هاجس البحث عن الجمال انتقل من مصاف اللي كان مقصور على النجوم ومن يتعرضون للأضواء والشاشات والفنانين والممثلين إلى النساء العاديات والرجال العاديين هذا هو التحول في تقديري الذي دفع زينب عفيفي في البحث أعمق في مفهوم الجمال وكيف أن هذا الهاجس وصل للناس العاديين وصاروا يبحثون خلفه ويسعون إليه ويقصدون عيادات التجميل للمحافظة على جمالهم بين أن الرواية في الحقيقة تتناول طبقات أعمق من مفهوم الجمال الخارجي للبحث عن سؤال السعادة هل الجمال مرتبط ارتباطا وثيقا بمفهومنا للسعادة وهل فعلا حصولنا على الجمال سوف يحقق لنا السعادة المرجوة التي تطلع إليها إنسان دائما ربما هذا يقودني إلى سؤال سيدة لنا يعني بالفعل هناك جانب نفسي في الرواية يربط بين الرغبة في أن يكون المرء جميل وسؤال الذات والهوية الجسدية برأيك إلى أي مدى نجحت عفيفي في التعبير إبداعيا عن هذا البعد النفسي منذ البداية هي تطرح فكرة العمر البيولوجي والعمر النفسي يعني بطلتها امرأة في الستين تفتح النافذة تشاهد أن كل الوجوه في الشارع التي تصير في الشارع تحولت إلى وجوه شابة فهي تشعر كما لو أنها أصبحت خارج الزمن سرعان ما تمضي الأحداث لنكتشف أن هناك جرح تجميل جاء إلى المدينة ومعه حقنة تعد الناس بإكسير الشباب الدائم يتهافت الناس لأخذ هذه الحقنة بينما تظل البطلة وحيدة ترفض أن تصبح تنضم إلى قافلة من يريدون العودة إلى الشباب تقول أنا أعتز بملامحي أنا أريد أن أحافظ على شكلي كما هو لأن هذه هي حقيقتي بينما تجد كل من حولها صديقاتها جاراتها كل من تعربه يسارعون إلى العودة إلى الشباب وهذا ما يحدث فعلا فتجد نفسها وحيدة هنا تطرح أزمة نفسية وتبدأ بالتفكير لماذا لا أجرب لماذا لا أضم وأكون مثلهم الجانب النفسي يتجلى أيضا في أن أحد الأبطال حين يقدم على فكرة الحب مثلا هي تعرفه إلى ابنة صديقتها هو يعجب بالأم بدلا من الابنة التي هي في مثل عمره هذا أيضا جانب نفسي أن المرأة حين تقدمت في السنفة وحافظت على جمالها فهي تحتفظ بالنج وحكمة السنين والشكل الشاب أيضا لذا يندفع إليها الشاب الصغير في السن الذي يتخلى عن الفتاة التي في مثل عمره هذا ما تقوله الرواية أيضا لنا ماذا عن علاقة الإنسان بالزمن وصراع بين الأجيال الصراع بين الأجيال يتجلى بوضوح أن جماعة كبيرة من العجائز يتحولون إلى شباب ويزورون بطاقاتهم فبالتالي عندك شريحة كبرى من المجتمع ترفض الخضوع لمنطق السن ماذا يعني الخضوع لمنطق السن هنا التخلي عن المهن سن التقاعد هنا هم يقولون نحن الآن بما أننا أصبحنا شباب لا نريد أن نجلس في البيت لا نريد أن نتقاعد هنا يحدث الصدام بين الأجيال أين يذهب هؤلاء الشباب؟ كيف سيعملون؟ الشباب الحقيقيين يعني تضع الرواية فئتين عمريتين عجائز عادوا إلى مرحلة الشباب وشبابهم في ذروة شبابهم الحقيقي ولكنهم كلا الفئتين تبحث عن نفس الأشياء هنا يؤدي إلى الحدث يؤدي إلى هجرة الشباب من المدينة الشباب يتركون المدينة ويتخلون عنها لأنها أصبحت مدينة مصنعة مدينة فيها عجائز أصبحوا شبانا وهناك شبان لا يجدون مكانا لهم يعني جيد أنك يجئت على ذكر المدينة لأنه بالفعل تجميل الوجوه واستعادة ملامح الماضي بعد فقدان هذا الماضي ومرجعياته يقابله تجميل المدن والقضاء عمليا على يعني معالم هذه المدن وملامحها العريقة هل هي رؤية ديستوبية رسمتها الروائية بالكلمات؟ يعني ثم تخط فاصل علينا الاعتراف أنه بالتأكيد هناك خيط رفيع جدا ما بين الجمال والحوس وما بين الماضي والرغبة بالتخلي عن الماضي يعني هنا في الرواية بالتوازي مع فكرة استعادة التجديد الجسدي للإنسان هناك رغبة باستعادة التجديد هوية المكان أيضا فكيف بإمكاننا أن نحافظ على مدننا أن تظل حديثة وجميلة وأن تحافظ أيضا على عراقتها الرواية هنا تطرح منذ الصفحة الأولى أن هناك يعني الإنسان تحول إلى شباب أن البطلة تفتح النافذة وتشاهد أن الجميع أصبح شابا ومن ثم المدينة أيضا جددت في شكلها المدينة تخلت عن ملامحها القديمة فما هو الخط الفاصل بين أن نحافظ على هويتنا وعلى عراقتنا وبين أن نجدد في مكاننا وفي شكلنا أيضا طرح سؤال التجميل ومغزاه في رواية هل يفقدها بعض شروط العمل الأدبي؟ بالتأكيد لا لأنه داع قادر على تناول أي فكرة أي فكرة مهما كانت هي شرط توفر المقاييس والشروط الفنية فيها لتناولها والآن في هذا الزمن يعني زاهرة وانتشار موضوع التجميل يترحى أيضا إبداعيا يعني مفهوم الجمال مطروح دائما في الرواية بأشكال مختلفة ليس مطروح في الرواية فقط بل مطروح بكل أنواع الفنون يعني كل أنواع الفنون فيها جانب فني بل أن الإنسان في علاقته مع الأشياء مع الطبيعة مع الجبال مع البحار مع اللوحات فكرة الجمال مطروحة لماذا لا تطرح أيضا عبر الرواية؟ نعم يعني لنا هنا برأيك نجحت الرواية فنيا من خلال اعتماد تقنية تعدد الأصوات يعني مثلا في خدمة اعتماد الرواية نجحت فنيا في تقديم فكرة الخيال في تقديم فكرة الدستوبيا أكثر يعني لو لم تطرح فكرة الدستوبيا فكرة المدينة التي تحول عجائزها إلى شباب فكرة المدينة التي ارتدت حلة جديدة أكثر عصرية نعم كانت وقعت في فخ في فخ الواقعية والتكرار لكنها نجحت فنيا في تقديم فكرة دستوبية أعمق من فكرة الطبقة السطحية لمفهوم التجميل بطبيعة الحال شكرا لك الكاتبة والناقضة لنا عبد الرحمن شكرا جزيلا على هذا الحديث الممتع شكرا جزيلا شكرا جزيلا